طيب إذا قلت لحضرتك فضلت الشيخ إن ده رأي حضرتك ورأي الأزهر ورأي الإسلام الوسطي بس في بعض الفئات والطيارات الإسلامية التانية اللي بتميل ربما يا فندم الشريعة الإسلامية ليس فيها أراء إنما فيها أحكام الشريعة الإسلامية ليس فيها أراء ما يجيش واحد متخلف زي ميزو يقولك الإسلام حلل الزنا لا ده إنت اللي حللت الزنا مش الإسلام ما يجيش واحد يقولك أصلي ما فيش كذا في القرآن لأصلي فيه آيات غلط في القرآن الكريم أصلي فيه حديث في البخاري معرفش فيها إيه هذه آراء والإسلام لا يعتد بالآراء إنما يعتد بالأحكام